ودائماً إحنا عندنا العناصر المهمة في النادي الأهلي زي حسين الشاحات وغيره بتحس يا كابتن هايسم أو بتبقى عارف أن هم عايزين يجوا على نفسهم عشان يلحقوا بكل المهمات الرسمية الخاصة بالنادي الأهلي وده أكيد اللي هنشوفه خلال الأيام المقبلة وإن شاء الله نتطمن ونطمن كل جماهيرنا أن كابتن حسين يكون موجود خاصة أنه هو أكيد عنصر مهم جداً في مباراة سيمبل تنزاني إن شاء الله أيضاً أهلي 2007 بيشارك في دورة زاد الدولية الودية الناشئين حياة فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي موليد 2007 هيشارك في دورة نادي زاد الدولية الودية الناشئين تحت 17 سنة واللي هتقام في الفترة من 25 وحتى 30 من شهر مارس الجاري على ملاعب زاد بيل تجمع الخامس بيخود الأهلي طبعاً منافسات البطولة اللي هتقام بمشاركة أندية عالمية وهي أستون فيلا وبلاك بيرن نوفرز الإنجليزيين وفينورد الهولندي وأيضاً فانربخشا التوركي وفيتوريا جيمراش البرتغالي وونيور بيرلين الألماني إلى جانب أندية الزمالك وزد والمقاولين العرب وإمبي وبيرميدز وبيلعب الأهلي طبعاً ضمن مجموعة بتضم أستون فيلا وفانربخشا والمقاولين العرب وهيبدأ مبارياته بمواجهة أستون فيلا في 25 من شهر مارس الجاري وبعد كده بقى هيواجه فانربخشا في 26 مارس وبعد كده هيختتم مرحلة المجموعات بمواجهة المقاولين في 27 من مارس وطبعاً الحقيقة خلينا أقولكم أن فريق أهلي 2006 قدر أنه هو ينجح في التتويق بالبطولة خلال العام الماضي على حساب بي نورد الهولندي بعد ما فاز عليه بتلاسة أهداف مقابل هدفين خلينا أقولك يا ابتنهي سمعني كنت موجودة في البطولة دي خلال العام الماضي لما أهلي 2006 قدر أنه هو الحقيقة يحسب البطولة دي لصالحه كانت تنظيم أكثر من رائع حتى لما كان لنا انترفيوز مع المديرين الفنيين الخاصين بالأندية الأجنبية كانوا بيشيدوا بالتنظيم وبالاستضافة من نادي زاد ومن كل القائمين على هذه البطولة الحقيقة كانت أجواء أكثر من رائعة بتقام في ليالي رمضانية الحقيقة سحرة وكانت يعني كمان أننا نادي الأهلي قدر أنه كانت دي الفيرست اديشن أو النسخة الأولى دي كانت حاجة أكيد بالنسبة لنا مهمة جداً وإن شاء الله يقدروا أنهم يحسنوا كمان النسخة التانية لصالحهم أكيد برضو المباراة دي يا مارين بتبقى ليها دور كبير لتجهيز اللاعبين خاصة في السن الزغير ده النهاردة